مساء الخير أيهاب أنا سعيد جداً أنك موجود معي اليوم وسعيد أكتر أنك رح تكون مع منتخب سوريا بعد عدة أيام بتشكرك على وقتك الثمين وبرحف فيك من منتخب سوريا أهلين وسهلين مرحبا خليني بلش بالشي الأهم خلال أيام رح تلعب مباراتك الأولى بقميص منتخب سوريا شو شعورك قبل ما تخطى التجربة؟ والله فخور كثير هاي أول شي يعني وفرحانة كثير لي وعائلة وللجمهور السوري ولكلنا يعني يعني كثير فخور وبدي بس بلش هلا لأنه كانه صار حكي كثير بدي بس هلا أعمل وتدرب وتعرف على الفريق والمدربين ويعني على الجميع كلهم هونه أول مرة نفتح معك ملف منتخب سوريا كان عام 2019 تواصل معك صديقي سامي دوبا كنت لسه بشباب هاكن ولسه بفعل بمنتخب السويد تحت 21 شو كان شعورك وقت أول مرة شفت أنه مهتمين فيك بسوريا؟ طبعا يعني شي بفرح بهذا الوقت يعني كنت صغير لساعتني ومتل ما قلت كنت بالمنتخب السويد ويعني الحمد لله كانوا مقدرين يميح بالمنتخب السويد كنت كابتن بال21 وكانت يعني الأمور كلها ماشية متل ما ببدي وطبعا يعني وقت السورية كمان فاتت بالصورة شوي هنيك شي بيفرح يعني بس مو أكتر من هيك يعني كانت وما يعني ما تطورت وما أخر شي أكتر من هيك يعني بس كان حكي شوي لهلا يعني وهلا الحمد لله طورت الأمور وحكينا جدي وسمعنا والحمد لله صرنا هون بصراحة أنا أول مرة تواصلت معك فيها أو فين أول مرة تواصلت فيها مع الأخ حكيم وكيل أعمالك بعد مباراة اليابان لكن شايف أنه الموضوع صعب بس لاحقا سيد عبد الرحمن كمل الموضوع ومنجح الأمر فأنت كلاعب لساتك شاب صغير بتلعب بينادي كبير إليك اسمك البارز بسويد شو اللي خلاك بالأخير تحسن قرارك تمثيل سوريا بدل منتخب بسويد أنا أهلي سوريين وأنا سوري يعني بهذا بيكون طبعا مثل حلم صغير إليك من وقت ما كنت صغير من شبابك يعني بدك تلعب منتخب هلا أنا كنت فيني لعب منتخب السويد ومنتخب سورية بس طبعا أنت بدك ناس يقدروك ويقدروا مستواك وكل شي مشان هيك متل ما حكيت بعد ما فات عبد الرحمن الخطيب فات بالصورة مع ناس التانين ساعتا وهت أحكوا معاي جدي وقالوا لي كل البلان اللي كان هون وشلهم بدوا تطور المنتخب وشلهم بدون يعني يلعبوا المباريات وكل شي هذا مناصبني كتير وجاني يعني أحساس مني عشان هيك كان سهل إلي بس اختار المنتخب السوري والحمد لله الله صرنا هون نحن أكيد فخورين بوجود لاعب بقيمتك معنا الله يسلم قسم كبير من هائلتك لساته بسوريا أنت وعيلتك كمان كنتوا بتترددوا بشكل مستمر على سوريا جدك من فترة جدك الكريم طلع أيضا بلقاء من ستين أو ثلاثة كان واضح رغبته أنه أنت تلعب لسوريا بعد ما أنت أخذت القرار شو كان ردت فعل عيلتك جدك بالشام شو كان موقفهم من الموضوع طبعا يعني واتشوفهم وكل مرة كل يوم يعني لساته التليفون تبعي يعني بيدقوا وبيتصلوا وبيحكوا معاي لأنه فرحانين وكل يوم بس بيحاولوا يساعدوني بأي شي بديها يعلموني شوي كمان عن المنتخب لأنه كمان هذا مهم أتعلم شوي شوي عن المنتخب وعن البلد وكل شي لأني كنت صغير كلما أنزلوا هيك وما بعرف كل الأد يعني متل ما بدي أعرف إن شاء الله عشان هيك يعني لا والله كلهم فرحانين وكلهم فخورين مثلي يعني زموا أكتر كمان ويعني هن بس بدهم مصلحتي هذا أهم شي يعني كتير فرحانين بس إن شاء الله بيشوفوا حالهم فيك وبتقدموا ستهم مميز بأسيا هلا أنت ولدت بسويد بس مثل ما حكينا من أبل كنت عم تزور سوريا بشكل متكرر أنت وعيلتك صحيح شو في ذكريات نسا ببعلك عن سوريا عن الشام شو في شي لثات ببعلك شايف إنه شي حلو لأهلا بتذكره والله بيتنا الأدين بناية جدي كنا نلعب تحت أنا وأخي كنا نلعب كتير مع خالي كمان والله الأكل بتذكره ممتاز الفطور اللي في سفيحة يعني هدول الشغلات كنا نحبهن كتير هدول ذكريات الصبح كنا نحض مع بعض نأكل ونشربه يعني هدول الشغلات كتير أكتر من هيك ما بعرف إنه فيه صور براسي بس صعب لك ياون هيك بس يعني كتير ذكريات من وقت ما كنت صغير يعني كيف تشوف وضع منتخب سوريا بكأساس القادمة؟ والله هو هلأ مجموعة جديدة لعبين جداد يعني من الساعتنا من نتعرف عباض من نتعرف أنا قد يعني أهم شي بدي تعرف عاللعبين عالمدرب عاللعب اللي بدون يلعبوه يعني هذا كله بس الممكانيات وهيك حسن مناح يعني عنا كل شي هون عباض عنا لعبين مناح يعني أنا بتوقع يعني فيه فرصة حلوة نتقدم بس طبعا هاي لأنه إحنا منلعب كفري ما منلعب كإنسان واحد عشان هيك بدنا بده وقت كمان بدنا نسمع ونتعلم ونساعد بعض ويعني نحط نحط كل جهدنا هلا هاي حتكون أول بطولة قارية بتشارك فيها عن مستوى بيجان بتحمس لها التجربة؟ طبعا 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 هذول المباريات والواحد بده يلعبون بحياته هذول هنا اللي بيأسسوا الكارير تبعك يعني هذول هنا يعني المباريات الحلوين لأنه بيكون الجمهور السوري متجمع أهلك بيتفرجوا كالرفقاتك عم يتفرجوا يعني هذول هنا المباريات الحلوين من تمالت على ذكر جمهور السوري أنا شفت جمهور السوري متفاعل معاك بشكل كبير على الإنستجرام ومو هاي أول مرة يعني من فترة طويلة كيف بتشوف محبة ودعم الجمهور السوري إليك؟ والله شي كبير هذا إلي شي كبير يعني والله الجمهور السوري يعني لسا ما ما تعرفنا ع بعض مية بالمية بس بس حاسس حاسس دعمون لي وهذا طبعا بيعطيني قوة مشان أقدر نكمل ودرب أكتر وإلعاب أحسن وكل هذول الشغلات يعني بدون إحنا كمان نلعب مشان الجمهور السوري مشان نفرحهم يعني وهن الوقت يدعمونا ويكونوا ورانا هذا يعني يعني ما في حساس أحسن انت شفت من قبل مباريات لمنتخب سوريا عندك شي معلومات عن كرة السورية من قبل؟ شايف شوي مو كتير والله شايف شوي وهلا كمان بعطولي شوية فيديوهات مشان نشوفه وتابع يعني لساتني كل يوم عم تابع عم بتعلم شوية شوية أكتر عن المنتخد هلا خليني ننتقل هنحكي عن السويد شوي كيف بلشت مسيرتك هناك كيف شفت تجربتك مع المنتخب السويد خاصة أنك كنت كابتن منتخب السويد خلال الفيات العمرية والله أنا بالسويد يعني العيشة والفوتبول هناك ممتاز لاعب لاعب فريق من وقت ما كنت 12 إلى 16 فيك تقول فريق أصغر شوي من هدول الأكاديمي الكبار وبس هنيك عاملين هنين بروجيك عاملينه منيح بيساعدوا اللاعبين الصغار بيساعدوهم مشان يتطوروا مشان تكون مشان تكون أسهل إلهم يفوتوا بالأكاديمي أسرع عشان هيك لعبت هيك الوقت 16 بعدين لعبت شوي مع مدير عمالي هلا حكيم لعبنا مع بعض فريق مع الكبار يعني أساسي بس مستوى أصغر لعبنا مع بعض شي ست شهر قبل ما عفت على الأكاديمي نص سنة هنيك ست شهر شي خمسة عشر مباراة رجعت على حكين رد رحت على استعارة جديدة كمان بنستقو التاني درجة تاني بالسويد نفس الشي هنيك عبت شي عشرة اتناشر مباراة قبل ما انتقلت على على سلافيا براق بتشيك وبنفس هذا الوقت كمان فتت على المنتخب السويد الواحد وعشرين والمدربة هنيك كان متفاهل فيه كتير وهيك وأعطاني الكابتن كنت هنيك عمبلها يمكن شي ثمان مبارايات التصفيات للأوروبا كانت هاي بس ما تهلنا وبعدين هلأ هلأ آخر ست شهر كنت من الصيفية هلأ كنت بالسويد رجعت لعنفس الفريق لاني أنا أصلا مالي لعب معه ولا مباراة أساسي هلأ أول مرة لعبت معه بعد شي أربع سنين لعبت معه المباراة والحمدلله لعبنا أوروبا كمان بس يعني ما فزنا الدوري وما أخذنا نقاط بأوروبا بس الحمدلله تعلمنا كتير وليحنا يعني فرحانين الشبين لعبت مع لعبين سوريين بسويد اي لاعب مع كمواحد تحجبتك بالدرجة الثانية كان معي قابرييل سومي صحيح قابرييل أيضا مثل منتخب سوريا بوقت سابق ونتمنى له التوفيق طبعا لاحق علي شوي واتا كنت أنا بلأسكي ستولى بنفس الفريق كنا نحكي كان في صديقي يعني عزيز كنا نحكي وهيك وقال لي لأنه كان كمان بأمريكا كنا نحكي كتير يعني بس عن الحياة وعن الفوتبول وحكا شوي عن المنتخب ويعني هل أنت منتخب السويد لعبت مع روني بردخجي لعبت مع مايكل إسحاق أو تواجبت يمكن لنفس الفترة من منتخب السويد هل صار أي حكي من قبل بينكون حول سوريا وبرأيك هل ممكن هالنجمين يلعبوا مع سوريا بالمستقبل هل قال لك الصراحة ما منحي لأنه لحنا منتخب السويد ما منحكي بمنتخب السوري لأنه لحنا بس منكون هنيك منحكي مع بين بعض ونمزح وويك بس لقد ما منعرف يعني والله الله علم هلأ ما بعرف ميكل إشاك شون وضعه لأنه لاعب هو مع السويد بس ما بعرف شو القوانين إذا بيقدر يجي ولا لا هاي ما بعرف بعدين في عندك روني هلأ روني روني لساته صغير وماشاء الله عم يلعب منيح بالدوري وبأوروبا هذا إن شاء الله يعني منشوفه وعدك شي ما فيني وعدك شي بس بس إن شاء الله نشوفه بالمتخب السوري هلأ حاليا تهت فتاة إعارتك لهاكن وراجع أسلابيا براك كيف بتشوف تجربتك مع هنالي الكبير أسلابيا براك وهلأ انت رح تكمل معهم الفترة الجاية منشوف منشوف الحمد لله صار معي شي سبعين مباراة معاهم لأني أول سنة ونص كنت لعب كل مباراة وهلأ ما بعرف منشوف ما حكيت لسه لأنه هلأ بدي يجي على المنتخب بعد ما يخلص المنتخب ولا بينما نحكي في ناس برا بيحكوا معاهم مع الفري منشوف شو بدون مني وأنا شو بدي كمان ومنلاقي حل منيح يعني للتنين هلأ لديك عروض من دول أوروبية ثانية هاي مو أنا الخاصي فيها بس بس سمعان في في هلأ أنت كان لك فترة تجربة مع بلفيكا صحيح أسر معلوماتي بالبرتغال صحيح كيف كانت هالتجربة وكيف صارت حلوة والله حلوة هنو نتبعون الأكاديمي واحدة من أحسن بالدنيا يعني ناس كتير بيجيبوهن أنا كنت صغير بالعمر أول مرة بيطلع برات البلد يعني لحالي بدون أهلي يعني شي حلو يعني بتتعلم كتير كنت مع رفيقي كمان لحنا اثنين بحنا ويعني بتشوف الملاعب بتشوف الإمكانيات تبعون كتير يعني ملاح عشان هيك كمان بتلاقي كتير ناس بيجو من برتغال لاعبين من حواية بتشوف شلون بيتدربوا شلون بيأكلوا يعني كل هذور الشغلات هلأ أنت كلاعب مركز القلب دفاع فيه مدافعين بيتميز بالسرعة فيه بعض بيتميز بالقوة البدنية فيه بعض عنده الكرات الرئاسية جيدة انت شو بتشوف نقطة قوتك أكثر شي أنا لاعب يعني دفاع بالنص ما لاعب شوي من قبل كنت لعب بالوسط ويعني شوي دفاع ع اليمين بس مو كتير يعني مين لعبك المفضل العالميا سهج راموس وفريعك المفضل ولا ما عندي ما عندي فريع مفضل كنت صغير كنت أحب بتفرج على مانشستر يونايتد والله اليوم للأسف يعني يعني ما رؤوا مثل ما كانوا من قبل حبيت ريال مدريد من سنة سنتين بالشامبيون سليج شو عمل بن زبا ويعني خلاني حب ريال مدريد أكتر يعني بحب أنا اتفرج بس على الفوتبول وتعلم بس وبس اتفرج يعني استمت شو حلمك كلاعب قد قد طبعا يعني بدي مع مع الدوري بدي فوز قد ما بقدر فوز كأسات نفس الشي بالمتخب حاول ساعد المتخب انفوز انمهى يعني يعني كل شي اللي بقدره هذا بدي بدي ساوي يعني هو ما في أحرام من الفوز يعني قد ما بقدر فوز وساعد هذا حلمي يعني أي كلمة أخيرة بتحب توجهها لجمهور السوري والله يعني أنا بس يعني كتير يعني بدي جاء عبالي بس شوف الناس شوف الدعم اللي بدون يعطونا يا بقطر وكل مباراة يساعدونا لأنه هذا بدو يكون مهم إلنا هذا كشخص تاني بالملعب نسمعوهن ونشوفهن حوالينا ويساعدونا ومتر ما هنه فرحانين إحنا إجا يعني لعبين جداد يساعدوا الفريق إحنا كمان فرحانين ويكونوا ورانا يساعدونا إن شاء الله إن شاء الله إيهان بتمنى لك التوفيق أكيد وبتمنى التوفيق للمنتخب بكاس آسيا بتشكرك مرة ثانية على الوقت اللي عطيتني تسلام تسلام الله يسلم